لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي اعتمدت يوم الاثنين سبعة أبريل 2014 تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية وعلى إثر هذا المستجد تعبر الحكومة المغربية أولا عن زعاجها وقلقها من هذا التطور وعن تخوفها الشديد من أن يتم اعتماد هذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية في مستقبل الأيام تانيا تعتبر أن هذا القرار يحمل معه آثار وانعكاسات كارثية على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية وبالخصوص صنف الطماطم حيث من المحتمل أن ينتج عنه تراجع هام في حجم الصادرات